أعطي أخي أسرع لا ماذا نجد؟ ماذا عادل هي عادة؟ مباشرة 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 مينة المينة atl محمد محبب بك معنا الله يبارك فيك لله وأنا سعيد بشكل معكم لا يختك أستاذ بتحدث لنا شو بي على الضورة الثلاثة وخمسين على أم مهرجان فنون الشعبية في مراكش إيوان عرتودة بالمهرجان فنون الشعبية دي المراكش هو من أقدم مهرجانة على الصعيد العالمي يمكن نقول واحدة على الصعيد العالمي وعلى قل من نسبة للمغرب فهو يعني تنشأ في 1959 كانت تنشأ من طرف صاحب الزلالة محمد الخامس رحمه الله باش تعطاه واحد الأهمية وباش المغرباء يعرفوا يتعرفوا على الطرط ديالهم ديال الفنون الشعبية اللي هو طرط غني جدا ومن أغناء الطرط على الصعيد العالمي فإذا تأسس وكانت كانت نضموه وزارة سياحة ده بالآن صباح كانت نضموه جمعية الأطلس كبير باش تعطيه واحد تعرف بها أولا وتعطيه واحد نكهة جديدة بحيث ده بالآن هذي تقريبا واحد تقريبا سبع سنين ولا ثمان سنين وكانت نعطيه أشياء أخرى كانت نعطيه واحد صبغة دولية صبغة دولية لأنه كان بغير مثلا المغربة أو الزور ديال مدينة مراكوش كي يجيو شوفوا نشعبية ديالنا لا في العرض الرئيسي ولا في العرض خالي كتب السحب ولكن في السلق بغينهم يشوفوا شي حاجة اللي هي جاية من عالم أخر يعني كيمكن اللي بغير يشوف يرى عرض أو جوة العرض كيمكن يبقى خمس أيام ويشوف أشياء أخرى يعني كيشوف فرق أخرى من عالم أخر من آسيا من أمريكا من أوروبا إلى آخرين هذي العام لسنا واحد القضية اللي هي جميلة جدا هذي ابتكار جديد بغينه بإنه تكون عروض في واحد القصر اللي هو تاريخي اللي هو قصر البهية واللي بنا نعمل فيه ما يسمى بعروض موضعاتية يعني كت كتكون عندها موادع مختلفة كل يوم هذي خمس أيام ديال المهرجان عادي يكون كل يوم واحد العرض اللي هو مختلف واللي كي إما كيحتفي بأحد الأصناف ديال الفنون الشعبية أو اللي كيكون عنده واحد سبغة دولية كيكون فيها الفرق الدولية معالم غاربة أو اللي كيكون في إطار واحد الاحتفاء واحد دولة اللي كتكون هي ضيفة شرف ضيفة شرف هذي العام هي الصين إذن الصين عادي تجي للبهية وعادي تغني وعادي دير عورة جميلة جدا عادي تقدم لنا بهذا أولا الرقاصات الصينية ديال هذك ديال رائع رائع انت بارك أساد وهذك ديال الأساد رمع يشوفها الإنسان إلا في الصين وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت عادي عادي نحتفي بوحد ديال بهذاك البلد لأنه كان هو ضيف شرف ديال هذي السنة وعادي ان شاء الله بتنقلنا هذي السنة كل ضيف شرف عادي يكون نوزه في ذيك البعية ويذير واحد من نهار واحد نأمسيا مع مغرب مع الفنود الشعبية المغربية وتكون فيها الفيزيون وذلك كذلك الاحتفاء هذي السنة هذي نحتفيه بالأحواش أحواش ديال أطلس كبير اللي هو متنوع جدا في مثلا أحواش ديال قراءة مقونة اللي هو جميل جدا اللي كتسمها أحواش ديال ما يوسم ديال العسل أحواش ديال كيف في ذلك نحلة وذلك كله ثم كين كذلك أحواش ديال الورزة اللي هو جميل وفي ريتميك جميلة جدا كين أحواش ديال من تانوت اللي هو من أجمل ما هو موجود كين وركائي لأخير هذي نحتفيه كذلك بالفنون ديال الشمال الشرقي المغرب برغاية وبالفرون الشعبية ديال هذيك المنطقة كلها هذي يكون فيها العلوي وهذي يكون الرجادة الاخيرة ثم هذي نحتفيه فليلة الاخيرة بغينا نبينه واحد الفنان المغربي اللي هو معروف وذلك بغينا نعمله واحد منه ديال ديال القنطرة أو تواصل ما بين الفن العصري والفن التقليدي فعيدنا نجيبه فرق فنية ديال مدينة مراكش مطقة المراكشية المزنية بينا نجيبه يمكن نجيبه كذلك هذيك ديال ديال خريبقا هذيك ش ديال عبيدة ترمى وبينا نجيبه زبادي فنان زبادي عادي يكون هو بدك يغني ديال عصري ولكن بينا نديرو واحد صيلة وصل ما بين الفن معصري مزيج بالعصر ايه واحد نسيجام واحد تواصل بينتهم وهذا شيء جميل جدا وعادي تكون ان شاء الله إلى كي يقول الناس شاخدر تبارك الله لك أستاذ هذا مضنون فيك أستاذ لأن كل سنة نشوف الفولكلور تبارك الله مدينة مراكش رحم بهجة ولكن كذلك أستاذ بهجة على بهجة هذه المهرجان لأن كنشوف بجميع الشوارع وخصوصا الشوارع الرئيسية مدينة مراكش تماما كان عمله بعد أول ما يسمى الكرنابل لكي نعرفه لكي نعلق لكي نعلنه بطريقة جميلة في النية بأن المهرجان ركاين إذن كيدوز من الشوارع الكبيرة وكيمشي يلعب في مهار لول في الساحة إذن كيكون الساحة كلها نشطة المدينة القديمة نشطة المدينة الجديدة غيليس نشط المصرح الملكي نشط الباهيان نشطة إذن مهار لول كيكون كل شي نشط والإعلان كي نعملوه بعدك الكرنابل اللي هو جميل جدا صح أستاذ بلس بلقاعات المشاهدي الكرام بلس بلقاعات اللي بنقربه الجمهور الكريم اللي بغي يجي ويتفرج في المهرج هاي يجي مرحبا بي إما تكون عنده دعوة أو لك يعطي واحد مسامة رمزية وبلس بلقاعات اللي غنقوله من غير قصر الباهية وقليلز قصر الباهية الحارتي وجامعتنا صحة جامعتنا والمصرح الملكي أستاذ تبارك الله عليك شكرا لك بزا إذن كان معنا الدكتور محمد كنيزة الأستاذ الباحث اللي كينا في مدينة مركز اللي هو المدير دي المهرجان ولي دي ما كي يبهج مدينة البهجة بهذا المهرجان دي الفولكلور إذن مشاهدين الكرام احترنا نقول لكم السلامة إلى مباشر آخر دائما على قناتكم قناة الشحب شوف تابي